بعد أن زجت بالمئات من المهمشين في حربها الميليشيات الحوثية تلجأ إلى استقطاب وتجنيد فتيات المهمشين بصنعاء في توجه يعكس رغبتها بتوسيع حالة الموت والقتل والإجهاز على كل ما يدب في مناطق سرادق عزائها فتيات المهمشين واصطمع معت الاستقطاب والتجنيد بعد مقتل المئات من المهمشين في معاركها الأخيرة بعد عمليات استقطاب ودعوات زعيم إثم الميليشيات بدمج ما يسمى بأحفاد بلال بالمجتمع لكنه دمج وإلحاق بمسيرة الأموات ومواكب التشريع والمقابر وهو الدمج الوحيد الذي تفضله وتحسينه وأن لها غير ذلك أحفاد بلال هكذا أطلق العنصريون عليهم في توصيف وفرز عنصري بغيظ ومستنكر توصيف طافح بعنصريتهم وسلاليتهم جاء كلافتة لاستقطاب الكثير منهم والزج بهم في أتون محارق لا تنطف كثما لهذا البهر الدعائي والتوصيف العنصري الخاطئ والكذب وقد أصبح هذا مشاهد وملموس عشرات الفتيات المهمشات يخضعن لدورة حوثية ظاهرها تحقيق الذات وباطنها التجنيد والاستقطاب والتجسس وتسريع عملية الاستقطاب والصناديق والموت مرحلة جديدة تكشف توجها حوثيا للإجهاز على هذه الفئة والقتال بها بعد أن تحولت مناطق سيطرة الحوثية إلى مقبرة كبيرة مليون يمني مهمش يواجهون الاستقطاب والتجنيد وحتى فتياتهم أيضا بعد توجه وتحرك حوثي في إقامة دورات طائفية لاستقطابهم فكريا وعقائديا كما جرت العادة مع غيرهم من فئات المجتمع قبل الزج بهم في موسم الموت الرائج وعداده الذي لا يتوقف حفيدات بلال الوجه الأبشع والأكثر عنصرية ودموية للحوثيين وهم يبدأون عمليات استقطاب وتجنيد فتيات المهمشين في وقت لا زالت خدعة أحفاد بلال تحصد أرواح المهمشين يوميا وتوسع مقابرهم بعد أن كانوا يحلمون بدولة تعيد لهم حقوقهم وإنسانيتهم ومواطنتهم وهل ستأتي قبل أن يجهز عليهم؟ اشتركوا في القناة